أهلا بيكو وفيديو جديد فيديو النهاردة مهم جدا وأرجوك ركز معايا شوية يمكن من أكتر الحاجات السيئة جدا على الإنترنت اللي احنا بنشوفها أني الناس كتير بتتعرض للتهديد والابتزاز بسبب صور ليها على الإنترنت بيتم إساءة استخدامها وبيتم تهديدهم بالصور دي وسواء الصور دي كانت حقيقة أو تم التلاعب فيها وفبركتها الصور دي بقى أيا كان صور خاصة الشخص مش عايزها تطلع بره نطاق دايرة معينة أو صور مخلة أو صور اتصورت بدون علم الشخص نفسه المهم أن الصور دي بيكون فيها مشكلة كبيرة جدا لو تم نشرها بالنسبة للشخص فالصور دي بتقعف إيدي الناس للأسف بيستخدموها في ابتزاز الشخص ده وبيهددوا الشخص إن ما نفز لهش طلباته ممكن ينشروا الصور وبنلاقي قضايا من النوعية دي كتير والناس اللي بتقع ضحية للموضوع ده للأسف بيبقوا مضطر يا إما يتنازل وينفذ اللي الشخص التاني عايزه أو يدفع فلوس أو الصور بتنتشر في الآخر وبتبقى مشكلة كبيرة جدا فيديو النهاردة هنكون بنتكلم لو أنت واحد من الناس الضحايا اللي وقعت ضحية للموضوع زي ده وبيتم تهديدك وابتزازك بصور خاصة ليك النهاردة جايب لك معايا موقعين مهمين جدا أحفظهم عندك هيكونوا بساعدوك أول واحد تيكت داون تاني واحد ستوب ان سي آي آي أو ده اختصار لستوب نون كونسنشوال انتمت ايميج ابيوس الموقعين ده المتخصصين في مساعدة الأضايا والحالات دي بس خليني الأول قبل ما أقولك بيشتغلوا ازاي أفرق لك بين الموقعين أول موقع اللي هو تيكت داون ده مختص بالحالات اللي أقل من 18 سنة يعني وقت تصوير الصور دي اللي انت خايف يتم نشرها وبيتم تهديدك بيها انت كنت أقل من 18 سنة يعني عمرك في الصور دي أقل من 18 سنة موقع تيكت داون هو المسؤول عن الحكاية دي الموقع الثاني ستوب ان سي آي آي ده مختص بالصور لو انت فوق 18 سنة مش بتكلم عن عمرك الحالي بتكلم عن عمرك في الصور اللي انت بيتم تهديدك بيها ده الفرق بين الموقعين لكن الموقعين بيشتغلوا بنفس الطريقة وبنفس السيستيم بأنهم بيمنعوا انتشار الصور اللي انت خايف من انتشارها وبيتم تهديدك بيها وخلينا وضح لك أنه مهما كانت نوعية الصور فيها عري جزء من العري عري كامل أو حتى أفعال جنسية كاملة وسواء الصور دي اتخذت بمعرفتك انت كنت عارف ان انت بتتصور أو تم تصويرك وانت ما تعرفش واحنا في الفيديو ده مش بنناقش قضية الصور دي انت تصورتها ليه أو عملت كده ليه أو ايه اللي حصل لكن الفيديو ده هدفه ان انت مايتمش ابتزازك فتضطر تقدم تنزلات وتكمل في اي سكة مش مصبوطة الموقعين هكون بسيب لك لينك اليوم في الديسكريبشن لكن خليني اشرح لك هما بيشتغلوا ازاي الموقع دي بتشتغل بطريقة مميزة جدا انت اكيد معاك نسخة من الصور أو الفيديوهات اللي بتم تهديدك بيها ويمكن دي حاجة ما ذكرتهاش قبل كده ان انت ممكن كمان يكون بتم تهديدك بفيديو مش مجرد صورة فده برضو معانا تقدر تلاقي له حل المواقع دي بتطلب منك نسخة من الملفات دي ومش هتكون بترفعها على المواقع دي لا خالص هما مجرد هيتطلعوا عليها يعني هتقدم لهم نسخة فقط لكن مش هيحتفظوا بيها وبمجرد ما بيتطلعوا على الصور والفيديوهات دي بيعملوا لكل عنصر منهم لكل صورة ولكل فيديو حاجة اسمها هاج فاليو ودي حاجة زي بصمة الصباع كده بيعملوا بصمة مميزة للصورة والفيديو ده وبتم توزيع الهاج فاليو أو البصمة دي على كل المواقع المشتركة معاهم في الخدمة دي بحيث ان اي حد تاني هيحاول يرفع الصور دي فأي منصة هيكون البصمة دي بتميز الصور دي وبتم منع انتشار الصور وبتم حظر صاحب الاكاونت كمان فكده بتطمن ان بشكل كبير جدا جدا تم تحجيم الموضوع والصور مش هتنتشر دي الطريقة اللي بتشتغل بيها المواقع دي كل اللي مطلوب منك ان انت تدخل وتعمل كيس تعمل قضية تقدم قضية وهيقعد يسألك شوية اسئلة كان عمرك كام وقت الصور دي الصور دي فيها ايه بالزبط فيها فعل جنسي فيها صور عري فيها ايه بالزبط ايه الموضوع ايه الحالة هل الملفات دي انتشرت قبل كده ولا لا وهيقعد يسألك شوية حاجات متعلقة دايما بالصور والقضية اللي انت بتعملها على موقع تيكت داون هتقوله جيت ستارتد على موقع ستوب ان سي اي اي هتقوله كرييت يور كيس وبتمشي في الاسئلة دي بعد ما اتجاوبها هيطلب منك ان هو يطلع على نسخة من الصور والحاجات دي وهيشتغل بالطريقة اللي احنا شرحنا في النهاية اتمنى يكون الفيديو مفيد ليك ويكون بيساعد ناس كتير شوفك الفيديو الجاي شكرا